سقوط حر نحو الهاوية هكذا هو حال لبنان الذي يئن شعبه تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية هي الأسوأ في تأريخه وعلى وقع الأزمات التي لا تجد حلولا حقيقية وجادة في جعبة الطبقة السياسية تتعالى الأصوات المحذرة من الانهيار الكلي للبلاد إذ حذر الاتحاد الأوروبي من تدهور أوضاع لبنان بشكل كامل حال عدم الإسراء في تشكيل حكومة تنقذ البلاد من هذه الأزمات مطالبا الفرقاء في بيروت بالتنفيذ السريع للإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من حقن الألغام المحيط بها ولا يبدو وضع لبنان الذي يرزح أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر أفضل بالنسبة للأمم المتحدة التي لم تخفي قلقها العميق إذا أتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد حيث أكدت على لسان استيفان تجاريك المتحدث باسم أمينها العام أن الشعب اللبناني يعاني كل يوم من تضخم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية إضافة إلى عدم حصوله على مياه نظيفة وبحسب المنظمة الأممية فإن مسؤولية إزاحة هذه الأزمات التي تتقل كهن المواطنين تقع على عاتق السلطات اللبنانية مطالبة إياها بتقديم الإغاثة الفورية وتحقيق العدالة إضافة إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية فعالة على وجه السرعة وذلك بعد تكليف رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في الـ 26 من شهر تموز الماضي وفي الوقت الذي تتزايد فيه هذه المخاوف يبقى الشارع اللبناني رافضا لهذه الطبقة السياسية التي فسح فسادها المجال أمام الأزمات التي يعيشونها وبالتالي فإن ولادة حكومة من رحم هذه القوى السياسية لسيما تلك المرتبطة بإيران لن تغير من واقع اللبنانيين المزري بس تعبد الطريق نحو الانهيار الشامل وفق المراقبين